أسعد الله وقاتكم بكل خير لم يتوقف التوتر بين الاقتصادين الأكبر عالميا الولايات المتحدة والصين الشعبية حتى تجدد مرة أخرى بعد إعلان رئيسة مجلس النواب نانسي فلوسي زيارتها المزمع لجزيرة تايوان الاتصال الهاتفي الذي جرى بين رئيسي البلدين بحسب مصادرهما الرسمية كان صريحا بيد أنه لم يهدئ الأمور إن لم يكن فعلا قد عزز التوتر فقد حذر شي بايدن قائلا من يلعب بالنار يحرق يديه ورد بايدن بأن موقف الولايات المتحدة من تايوان لم يتغير فماذا تريد كل دولة من الأخرى وهل التفاهم وارد أم أن العالم على أعتاب مواجهة محتملة جديدة أو على أقل تقدير هي مقدمات لحرب باردة بين الطرفين أهلا بكم في 30 دقيقة ترجمة نانسي قنقر القوة ثلاثة مرات أكبر والانتعاش يدوم لأيام أطول والنعوم أكثر والكو يسهل كمان كل المزايف واحد يا سلام وعشان ما نعيد ونزيد الحل هو داون المركز الكل في واحد الجديد اشتركوا في القناة أرحب بكم مشاهدين الكرام في حلقة هذه الأسبوع التي نتناول فيها التوتر الأمريكي الصيني وأرحب بضيفي عبر الأقمار الصناعية معنا من واشنطن الأستاذ إيهاب عباس الصحفي والمختص في الشأن الأمريكي والعلاقات الدولية ومن القاهرة الدكتور أحمد سيد الخبير في العلاقات الدولية في مركز الأحرام فأهلا ومرحبا بكم وأبدأ من واشنطن حقيقة مع الأستاذ إيهاب عباس أستاذ إيهاب المتابع يقول لك العالم يمر بتضخم غلاء ارتفاع أسعار الحبوب ومع ذلك نرى زيارة يتم الإعلان عنها من السيدة نانسي بيلوسي رئيسة البرلمان الأمريكي إلى تايوان ما هي مصلحتهم من هذه الزيارة وما مصلحتهم أصلا من التصعيد في هذه الأثناء نعم أهلا بحضرتك دكتور سهيل وأهلا بالضيف العزيز من القاهرة وبالمشاهدين أينما كانوا في البداية نوضح أن الزيارات الأمريكية على مستوى السياسيين لم تنقطع لتايوان خلال السنوات الماضية بكل حال ولكن اليوم هناك تصعيد في هذه الدبلوماسية التي تذهب إلى تايوان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في شكل المسؤول الثالث في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الرئيس ونائبته تأتي نانسي بيلوسي كالمسؤول الثالث داخل الولايات المتحدة الأمريكية في أروقة السياسة وبالتالي يعد تصعيدا ديبلوماسيا الغرض منه هو إبداء الدعم الكامل لتايوان في مواجهة الصين ولكن هناك غرض مبطن أيضا آخر وهو أن واشنطن في هذه الزيارة وبرغم أنها تبدو تصعيدا إلا أنها تريد أن تكشر عن أنيابها للصين كي تمنعها من اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تقوم بضم تايوان وفتح جبهة جديدة على واشنطن لحرب ديبلوماسية ربما تتطور إلى حرب اقتصادية وعسكرية بعد ذلك لأن اليوم واشنطن لديها جبهة كبيرة مفتوحة بين أوكرانيا وروسيا وتضخ فيها أموالا بالمليارات ودعم سياسي وديبلوماسي واستراتيجي وكافة شيء فإذا ما تم فتح هذه الجبهة الأخرى في تايوان ستكون وبالا كبيرا على الاقتصاد الأمريكي وعلى السياسات الأمريكية الخارجية وبالتالي ستؤدي إلى ضياع كافة التقدم الذي حققه الديمقراطيون خلال الفترة الماضية في حكم الولايات المتحدة بسيطرة على البيت الأبيض وعلى الكونغرس بمجلسيه لكن هل هذا سيمنع الجمهوريين من التقدم في الانتخابات القادمة في الانتخابات التجديد النصفي أعتقد لا سيكون هناك تحول في مصار السياسة الأمريكية خلال شهر نوفمبر القادم وربما سنشاهد الجمهوريين مرة أخرى يسيطرون على مجلس الشيوخ على أقل التقدير وبالتالي هذه الزيارة الألوان العريض بالنسبة لي هو زيارة استفزاز وتكشير أنياب ربما تأتي أكلها وربما لا نعم دكتور أحمد نرحب بك معنا في برنامج 30 دقيقة يعني نتكلم عن الصين وعن التوتر بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية طيب اليوم سيدة نانسي بلوسي أعلنت هذه الزيارة هي ثالث أهم شخصية في الولايات المتحدة اليوم لكن هل الصين التي تحذر من هذه الزيارة تستطيع فعلا أن تمنع زيارة هناك كان كلام عن حضر جوي كان كلام عن حتى عملية تفصيلات مختلفة أتت من الجانب الصيني بخصوص هذه الزيارة تؤكد على الأقل نية الصين منع هذه الزيارة تحياتي لك دكتور سهيل ولضيفك الكريم في الواقع أن ما يحكم أمريكا والصين بشأن طيوان نستطيع أن قول أنه سياسة حفة الهوية ولكن حرص من الجانبين على ألا تنفلت الأمور إلى صدام عسكري غير محمود العواقب الصين في كل مرة تستفزها أمريكا سواء ببيع أسلحة لطيوان كما حدث في عهد الرئيس ترامل صفقة أسلحة F-16 بـ 12 مليار دولار أو زيارات وزير الصحة الأمريكي العام الماضي أو زيارات أربع مشرعين من الحزب الديمقراطي إلى طيوان في أبرير أو زيارة بيلوسي في كل مرة دائما الصين حزرة ويعني يقز من أن تنجرف إلى مواجهة عسكرية وإلى تصعيد كبير ما تقوم به الصين دائما هو إسال رسائر ردع من خلال المنورات العسكرية في مضرب تايوان في بحر الصين من خلال الطائرات العسكرية الصينية تحلق في منطقة الدفاعات الجوية التايوانية لإرسال رسال ردع وإظهار أيضا سياسة العين بالعين والردع على أمريكا لكن لا أعتقد أن الصين يمكن أن تتخذ خطوة لمنع الزيارة لأن منع الزيارة من حزر جوي أو كما قيل استهداف عسكري لطائرة بيلوسي كلها تأتي في صيقات التهديد المباشر لكن أنا في اعتقادي النقطة الأهم في هذه الزيارة وهذا التصعيد هو جزء من سياسة أمريكية واضحة يعني نربطها بسياسة الرئيس بايدن عندما أعلن الوضوح الاستراتيجي تجاه تايوان وتخلى عن سياسة الغموض الاستراتيجي عندما قال أنه إذا غازت الصين تايوان ستتدخل أمريكية عسكري قالها في ميو الماضي في اليابان وقالها مرتين في السابق وأنا في اعتقادي أن رافع منسوب التوتر مع الصين في هذا التوقيت وفي هذه الفترة هو محاولة أمريكية لاستنساخ تجربة أوكرانيا في إطار الصراع على النظام الدولي أمريكا تستميد على الوحدات القطبية ترى أن الصين وروسيا تدفعان إلى نظام دول متعدد الأقطاب وبالتالي تخلقان بؤرتين ملتهبتين كما حدث في أوكرانيا وبؤرة ملتهبة أيضا في تايوان لاستنزاف الصين ودفعها إلى ربما عمل عسكري فرضوا عقوبات اقتصادية وبالتالي تحجيم الصين اقتصادي هذا السيناريو أعتقد أن الصين تدركه جيدا لأن الصين تسير بخطوات مدروسة تدرجية هي تقوم بسياسة ما يسمى الرد العين بالعين والسن بالسن عقوبات مقابل عقوبات أمريكية تصعيد أمريكا عسكري مقابل مناورات عسكرية أيضا تحذيرات لكن ليس في اعتقادي أن الطرفين يمكن أن تخرج المرة عن السيطرة أو أن تتخذ الصين خطوة تصادية بشأن الزيارة لأن حتى البيت الأبيض الرئيس بايدن قال أنها ليست فكرة جيدة لكنه أبتم تعالي أيضا خرجت تقارير صينية تتكلم عن عملية حظر جوي ولكن هنا المخاطرة هل سوف تتجه السيدة نانسي بلوسي بالرغم من هذه التحذيرات تحذيرات رسمية كانت بحظر جوي وبعملية إنزال أو هي ليست إسقاط لم يقلوا إسقاط قالوا إنزال الطائرة وفي المقابل كانت تقول تايوان أنها سوف تتصدى للطائرات الصينية إذا ما دخلت أجواء هو سيد إيهاب يعني الدكتور أحمد تكلم عن الأحادية القطبية الصين روسيا دول بريكس لا تريد الأحادية القطبية هل برأيك نحن اليوم ما نزال نعيش الأحادية القطبية أم أنها يعني باتت اليوم شيء من الماضي اليوم لا نتكلم عن الأحادية القطبية لكن نتكلم عن عالم متعدد الأقطاب بعد كل ما يحدث الحرب الروسية الأمريكية أعفوا الحرب الروسية الأوكرانية والآن المواجهة مع الصين وأيضا نسمع من الهند والبرازيل يعني أراء واضحة وتجاوز حتى وكسر للعقوبات المفروضة على دولة أو أخرى نعم أنا لا أعتقد أن هناك أحادية قطبية خاصة منذ بداية وباء كورونا وما مرت به الاقتصاديات الكبرى على مستوى العالم من مشكلات كبيرة وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية أمريكا اليوم بالرغم من محاولاتها أن تكون أو تمارس دور شرطي العالم في بعض الملفات إلى أنها ليست بنفس القوة التي كانت عليها قبل ذلك بسبب الاقتصاد الذي يعاني بشدة كبيرة جدا دكتور سهيل لو تحدثت إليك عن الاقتصاد الأمريكي في الداخل اليوم لدينا مشكلات كبيرة جدا في مسألة التضخم ومسألة عدم توفر ما يسمى بالكمبيوتر شيبس أو الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعات كثير من الأجهزة والسيارات حتى بمختلف أنواعها داخل الولايات المتحدة الأمريكية ومن يسيطر على هذا السوق بالمناسبة هم تايوان والصين السوق الرقائق الإلكترونية ونحن نعاني هنا السيارات الجديدة أصبحت تقريبا مختفية من السوق بسبب عدم وجود هذه الرقائق فالصين لديها قدرات على إذال اقتصاد الأمريكي بشكل كبير جدا لديها مديونيات للولايات المتحدة الأمريكية بـ 300.000.000.000 دولار ولديها مصانع أمريكية تعمل في الصين بسبب رخص العمالة هناك إذا وقفت هذه المصانع سيتأذى الاقتصاد الأمريكي بنسبة 80% يعني لن نجد شيء نشتريه ربما من كافة أنواع الأجهزة والولايات المتحدة تدرك ذلك جيدا وتعلم أن صقف التصعيد مع الصين في نهاية المطاف محدود وإلا ستدخل في حرب اقتصادية ربما تعقبها حرب عسكرية ستكون هناك عواقب وخيمة على الولايات المتحدة وعلى الصين طبعا بكل تأكيد فلذلك هم يسيرون اليوم سواء كان الصينيون أو الأمريكيون يعني على خط ويحاولون الحفاظ على شعرة معاوية وبالتالي الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة اليوم في الحرب الروسية الأوكرانية هي لا تريد أن تلعبه مرة أخرى في حرب صينية تايوانية برغم من أنها متعاهدة تماما بتقديم كل وسائل الدفاع العسكري لتايوان وتزودها بكافة أنواع الأسلحة إلا أنها لا تريد أن تفتح هذه الجبهة لأن هذه الجبهة إذا ما فتحت ستكون وبالا على الولايات المتحدة واقتصادها بشكل أكبر من الصين الأحادية القضلية لم تعد موجودة من وجهة نظري إلا أن هناك سقور في الإدارة الأمريكية وحتى في الحزب الجمهوري يرون في الولايات المتحدة أنها ما زالت تستطيع أن تلعب هذا الدور تسجيع الحزب الجمهوري أستاذ إيهاب سوف أعود لك منها حقيقة تسجيعهم لزيارة بلوسي ولكن في الشق الثاني من البرنامج لكن أود أن أختم الشق الأول مع الدكتور أحمد يعني التصعيد كما يقول الأستاذ إيهاب هو تصعيد مدروس هي حفة الهاوية لكن لن ينزل أحد إلى الهاوية ولا يريد أحد أن ينزل إلى الهاوية لأن العالم يعاني لذلك هو تصعيد مدروس دكتور صحيح دكتور سهيل عندما تتكلم عن تصعيد فهو بين دولتين أكبر اقتصادان في العالم أكبر قوتين عسكرتين في الميزانية العسكرية أمريكا ميزانية 760 مليار دولار الصين في 2021 ميزانية عسكرية 300 مليار دولار يعني تقريبا مقارب النصف الصين لديها حاملات طائرات أسلحة زكية وبالتالي شبح الحرب العسكرية هو شبح خطير يؤدي إلى يعني ربما عواقب غير محمودة الأمر الثاني أن أيضا تكلفة هذا التصعيد يعني اقتصادية أمريكا أيضا هي الآن تغير تضخم معاناة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية بسبب العقوبات وبالتالي هذا التصعيد قد يكون له أيضا تدعيات اقتصادية سلبية قد تؤثر أيضا على فرص الدموقراطيين في انتخابات التجديد النصفي أيضا في المقابل الصين وأيضا جاعة كورونا عانت أيضا لإقتصاد الصيني وبالتالي هذا التصعيد سيكلفها اقتصاديا وبالتالي هي محاولة لإرسال رسائل الردع كل طرف لديه ثوابت أن الصين تقول بصراحة طيوان جزء من الصين لن تسمح باستقلال طيوان لن تسمح به أن يتجاوز الدعم الأمريكي لطيوان حدود الخطوط الحمراء دعم أسكاري دعم سياسي لكن لا يدفع طيوان إلى الاستقلال أمريكا في المقابل في اعتقاد هي تستغل ورقة طيوان كوسيلة للضغط على الصين هي مقلب القط كما حرس في أوكرانيا في ملفات أخرى وبالتالي هنا الحكمة تقول أن ليس من مصلحة أمريكا يعني تسخين جابة أخرى في منطقة مهمة استراتيجيا شرق أسيا ولكن ما يحدث هو العكس يعني هذه الزيارة هي محاولة الاستفزاز ورفع منصوب التوتر وبالتالي هناك أهداف أمريكية هي محاولة الإزهار التشهد التجاهل الصين أمام الجمهوريين الذين تأمون دائما الدموقراطيين بالتخازل والتراخي في علاقات الدولية لكن في المقابل هم يعرفون أن هذا التصعيد إذا استمر ووصل الحدود معينة سيكون له تكلفة اقتصادية بهزة ستفاقم من المعناء الاقتصادية المواطن الأمريكي وبالتالي قد يدفع سمنها الحزب الدموقراطي في المقابل الصين ولا جمهورية الصين الشعبية ولا العالم يريد أن يفلت هذا الموضوع من عقاله وأن تتطور الأمور الدكتور أحمد سيد والأستاذ إهاب عباس مشاهدين كرام نحن مستمرون ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الحزب السيد شكرا للمنظر أشتركوا في القناة نجد لكم التحية مشاهدين الكرام واسعدنا مرة أخرى وصلت حديثنا مع ضيفي في حلقة 30 دقيقة الدكتور أحمد سيد من القاهرة وهو الخبير في العلاقات الدولية في مركز الأهرام ومن واشنطن الصحفي المختص في الشأن الأمريكي والشؤون الدولية الأستاذ إيهاب عباس وإلى واشنطن أتوجه أستاذ إيهاب المتابع الآن يستغرب حقيقة مما يحدث هناك تصريح كان من السيدة نانسي بيلوسي هي من أهم شخصيات الحزب الديمقراطي ولكن يأتيها تأييد من الجمهوريين على الذهاب إلى جزيرة تايوان هل ترى هذا التأييد يعني كيف يمكن فهم هذا التأييد هل هو لإحراجها يعني هي تعد ثم لا توفي بوعدها هل هو لمصالح داخلية كيف تقرأ هذا التأييد أستاذ إيهاب؟ طيب في البداية يجب أن نوضح أن السياسيين الأمريكيين ليسوا سذج بمعنى أن نانسي بيلوسي لو كانت تعلم أن هذا التأييد هو لمجرد يقاعها في فخ مهين فهي لن توافق على ذلك لكن إذا تتبعنا سياسات الجمهوريين خلال الفترة الماضية سنجد أن الرئيس السابق دونالد ترامب والحزب الجمهوري كانوا يزيدون دائما من الضغط على الصين اقتصاديا وتجاريا وهناك عقوبات كانت مفروضة إلى أن توصلوا في نهاية المطاف إلى اتفاق تجاري في بدايات عام 2021 وواحد عام 2020 ولكن لم يطبق بعد ذلك بسبب وباء كورونا ومن ثم الانتخابات الرئاسية التي آتت بالرئيس جو بايدن في نهاية المطاف وهو ديمقراطي فإذن السياسة الجمهورية تجاه الصين ترى بأنها دولة غير صديقة بالمعنى الصحيح بل أنها عدو محتمل في المستقبل لأنها هي الدولة التي تسعى لتخطي الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديا وعسكريا وفي أدوارها المختلفة على مستوى العالم فبالتالي هذه الضغوط أو الموافقات الجمهورية والدفع بنانسي بيلوسي للذهاب إلى تايوان هي تأتي طبقا للسياسات والاستراتيجيات التي يتبعها الحزب الجمهوري فما يتوافق معه فهم يؤيدونه وبالتالي هي تقوم بخطوة توافق مع سياسات واستراتيجيات الحزب لذلك هي مؤيدة بهم أما على المستوى الديمقراطي هناك تباين في الأراء هناك من يرى أنه يجب بالفعل إظهار العين الحمراء للصين والتكشير عن الأنياب بالذهاب إلى تايوان من قبل بيلوسي بل بالإضافة إلى ذلك يطالبون الديمقراطيون بالمناسبة بتقديم دعم عسكري متزايد لتايوان وإمدادها بكافة أنواع الأسلحة التي تساعدها في الدفاع عن أراضيها بسبب أنهم يعتقدون أن هناك هجوم محتمل قريب ووشيق من قبل الصين وهناك من يرى أن هذه الزيارة ستكون استفزازية وتفتح على الإدارة الأمريكية أبوابا مغلقة لا يجب أن يتم فتحها في هذا التوقيت نعم دكتور أحمد أساس الأمريكيون يعلمون جيدا ماذا يصرحون يعلمون جيدا كما يقول الأستاذ إهاب هم خبراء في السياسة وهذا موقف مواحد بين الجمهوريين والديمقراطيين للضغط أكثر على جمهورية الصين الشعبية لكن هذا التوتر مربوط بشكل وثيق بالحرب أو العملية العسكرية الروسية في داخل أوكرانيا أي علاقة وكيف ترى أهمية الضغط اليوم على الصين حتى لا تعطي موقف أكبر في الحرب الروسية الأوكرانية نعم دكتور سهيل الواقع أن هناك تقريبا يعني من الملفات النادرة التي يتفق عليها الجمهوريون والديمقراطيون هو تبني سياسات تصعيدية متشددة تجاه الصين هو جزء من استراتيجية أمريكية كبرى يعني استراتيجية الأمن القومي الأمريكي المؤقتة التي صدرت في فبراير في عهد الماضي في عهد الرئيس بايدن نصت لأول مرة صراحة على أن الصين وليس روسيا الصين هي المنافس والخصم الاستراتيجي الأول لأمريكا وبالتالي هناك تشدم هذه السياسة تقوم على فكرة الفزعات يعني كما حدث فيه سيناريو روسيا وأوكرانيا بإظهار روسيا أنها مهدد لأمن الأوروبا مهدد الحلفاء في أوروبا وبالتالي كان هناك أهداف وراء هذا في استبدال مصالح اقتصادية استبدال الغاز الروسي بالغاز الأمريكي جاءت حرب وبالتالي عمار وشركات مصالحة أمريكية بيع مزيد من الأسلح الأمريكية للدول في شرق أوروبا لمواجهة ما تعتبره الخطر الروسي نفس الحال في الصين أيضا هو إظهار فزاعة الصين كمهدد استراتيجي لطيوان لدول منطقة حاولت أمريكا كما حدث في شراكة مع أوروبا تجاه روسيا حاولت أن تبني شراكات تجاه الصين يعني التحالف كواد الرباعي الذي يضم أستراليا اليابان الهن أيضا موجه للصين تحالف تفقية أكوز التي ضمت أستراليا بريطانيا أمريكا أيضا تجاه الصين لكن المشكلة هنا أن الدول بدأت تدرك أن أمريكا لا تقاتل من أجل عيون أحد هي دفعت زيلينيسكي وأوكرانيا إلى الدخول وفي حرب ودفع روسيا لحماية أمنها القومي ولكن فقط دعم عسكري وعقوبات دون أن تنخرب بشكل مباشر نفس الحال مع أوكرانيا يقول بايدن أنه إذا غزت الصين تايوان سينخرط عسكري لا أعتقد هذا ولكن كل ما يحدث مبيعات الأسلحة تستزيد لطايوان لدول مثل اليابان كوريا الجنوبية للهند لكن تظل الإشكالية أن الشركاء والحلفاء سواء في أوروبا أو في شرق أسيا لا يتماهم على السياسة الأمريكية ليس من مصلحتهم تسخين هذه الجابة مع الصين أو استعداء الصين لا يعتبرون الصين عدو لأن الصين لديها مصالح اقتصادية ضخمة مع هذه الدول الهند اليابان كوريا الجنوبية في شرق أسيا حتى مع الأوروبيين الأوروبيين أيضا فرنسا ألمانيا لا يتفقوا في أن الصين عدو وبالتالي هنا سرع المصالح الاقتصادية في العلاقات الدولية جعل هناك محدودية لإستراتيجية الأمريكية القبرى في تحجيم الصين من ناحية وروسيا من ناحية وبالتالي نقطة أخرى هو أن أمريكا بهذا التصعيد تضغط أيضا على الصين لعدم الارتماء في التحالف قوى مع روسيا كما حدث حزرتها ببيع أسلحة لروسيا وبالتالي هنا الصين لديها حسابات يكوى قبرى متساعدة تتعامل بزكاء وتروض الجانب الأمريكي لديها أنياب ترد على أمريكا في التصعيد عقوبات مقابل العقوبات تصعيد مقابل التصعيد رضع مقابل الغاضع وهذه القمة التي تدعم مواقفها دكتور أحمد طيب أستاذ هاب الدول العربية اليوم نحن نتكلم عن الاقتصادين الأولين في العالم الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية فيما بينهما هناك دول كثيرة نحن نتكلم الآن عن الدول العربية كيف تقيم إدارة الدول العربية للحياد هناك حياد يتم إدارته بشكل جيد عدم التدخل أو الميل إلى جانب الصين أو عدم الميل إلى جانب الولايات المتحدة علاقات لدى الدول العربية تربطهما أو تربطهم بالدولتين علاقات جيدة العلاقات ما تزال مستمرة كيف تتابع هذا الحياد وإدارة الحياد بتوازن بين الدولتين والله دكتور سهيل أنا في الواقع أريد أن أقول بالفعل أنني منبهر بأداء الدول العربية في هذا الملف وفي ملف الحرب الروسية الأوكرانية قبل ذلك وفي العقودة الماضية كانت الدول العربية تستقطب وتستقطب بسهولة اليوم هذا غير موجود يعني إنجاز التعبير الدول العربية اليوم هي التي تشكل لب دول عدم لانحياز في كل الملفات والصراعات التي نشاهدها على مستوى العالم أعتقد هذا يعود لعدة أسباب السبب الأول أن الدول العربية تدرك تماما أن مصالحها ليست مع قطب دون آخر أو مع دولة دون أخرى أو مع الغرب وليس مع الشرق أو العكس وبالتالي هذا الإدراك جعلها تقوم بعمل توازن سياسي وديبلوماسي في التعاطي مع كل هذه الملفات بالرغم من محاولات الضغوط عليها التي مارستها الولايات المتحدة يعني في خلال الشهور الماضية بسبب الحرب الأوكرانية الروسية وملف الطاقة تحديدا إلا أنها ثبتت وأثبتت أنها قادرة على أن ترتقي لمستوى التحديات دون أن تتخذ موقفا تجاه دولة دون أخرى أو تجاه ملف دون الآخر وبالتالي في الواقع الإدارة حتى الآن ممتازة جدا من دول الخليج ومن دول أفريقيا العربية ومن بقية الدول العربية الأسيوية اللهم إلا بعض يعني الاستثناءات البسيطة جدا بسبب استراتيجيات معينة نشاهدها على أرض الواقع وميدانية لكن حتى اليوم الدول العربية في الواقع تدير الملف بنجاح وأعتقد أنها ستستمر في نفس هذه الإدارة دكتور أحمد ما أهمية اليوم هذا الحياد العربي الذي يتم إدارته بشكل متوازن وعدم الميل لطرف على حساب آخر دعنا نقول صراحة دكتور سهيل أن عندما نتكلم عن الدول العربية نتكلم عن دول القلب أو دول القلب العربية القلب الصلب أو القاترة العربية التي تضم السلاسي مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية حقيقة أحد التحولات المهمة أن العالم العربي الأول مرة ينتقل من موقع المفعول به إلى موقع الفاعل في إدارة تفاعلات النظام الدولي عندما يأتي الرئيس بايدل وتأتي القوى الكبرى إلى المنطقة هذا بيعكس أن الاستراتيجية العربية التي تقوم على فكرة الحياة الإيجابية التوازن في بناء شركات دولية شركات اقتصادية أمنية عسكرية مع كل القوى الكبرى دون أن تستبدل شراكة بأخرى ولكن في نوع من التوازن الذي يعظم المصالح العربية الاقتصادية والأمنية هذا التوازن وهذا التنوع في الشركات أعطى العالم العربي الدول السلاس القدرة لأن تصبح ضابط الوازن المؤثر في تفاعلات ما بعد الحرب الأوكرانية تفاعلات النظام الدولي هذا الحياة العرب وهذا الاستراتيجية العربية وهذه السياسة المتوازنة المهمة التي أظهرت محورية المنطقة وسقل الدول السلاس وسقل المنطقة العربية أصبحت مهمة حقيقة لعدة التوازن أحمد أهمية المنطقة العالم يشهد اليوم بأهمية هذه المنطقة وليس بحديث العهد هو مؤتمر جدة الذي شاهدنا فيه الرئيس الأمريكي يجتمع مع دولنا العربية في المملكة العربية السعودية إذن شكرا لكم الوقت كان أسرع منه من واشنطن الأستاذ إيهاب عباس الصحفي المختص في الشأن الأمريكي والعلاقات الدولية ومن القاهرة الدكتور أحمد سيد الخبير في العلاقات الدولية في مركز الأحرام شكرا جزيلا لكم والشكر موصول لكم أيضا مشاهدين الكرام على حسن المتابعة وصلنا إلى ختام الحلقة قدمتم بحفظ الله ورعايته في أمان اشتركوا في القناة